في الأسابيع اللي جاية راح نحضروا على أبرز تزايرين اللي عايشين في المريكان اليوم راعنا مع البروفيسور نوردين ملكشي اللي قرأ في جامعة باب زوار واللي راهو اليوم عميد جامعة ماساتشوسيتس لوال فيما يخص يعني لزي يشانج بين الجامعات ويزي يشانج بين الناس بين بلدان الأخرى أنا في رأيي يعني جامعة جامعة يونيفرسيتي بالفرنسية ولا يونيفرسيتي بالإنجليش لتحصل عن الدولة المتحدة لذلك قد يكون يهم جداً حاجة مهمة بزاف حيث الناس والجامعات سأكونوا عندهم دي كلابوراتين مع الجامعات من العالم كامل حتى من أمريكا لن يستطيع الأمريكات وإن شاء الله نحن نحن لحق الوقت ونرى الطلاب وطالبات من الجزائرين تأتي للأمريكا وحتى للطلاب الأمريكيين إن شاء الله باش يتأتي والعربية ويتعلمون التاريخ ويتعلمون التاريخ من أمريكا أنا كنت في تزير كنت نقرأت ذبب الزوار ثم رحت لإنجلترا لكي أشتدي لي ثم قرأت إلى الجزائر لكي أشتدي الخدمة الوطنية وقدرت اسمي نتاع ثم في ذلك الوقت هذا جيت لها الأمر الأمريكان وشفت كيف حالة كنت تمشي وحبيت نرجع لها أنتم شباب اللي راكوا تكملتوا ويتكملوا يعني تدرسوا في ذب الزوارة وفي جامعات أخرى الجزائرية أنا نصحات تعي لازم تمنوا برحكم ولازم يعني نديروا كل شي باش تنجحوا وإن شاء الله كل تنجحوا ولكن النجاح يجي غير بالخدمة بالخدمة وتكملوا وتتعلموا واليوم يعني واحد اللي ما يكمل شي تعلم اللي ما يكمل شي قرأ يكون دائما متأخر شوفوا راحكم باللي راكوا تعلموا بحواج ولكن زين تعلموا أمكوا اكثر وإن شاء الله زين تعلموا اكثر وتكملوا تخدموا وتكملوا إن شاء الله إن شاء الله تتنجحوا ولا رياحتوا في الجزائر ولا راحتوا الخارج أنا في رأي قوة الجزائر هي شبابها هي يعني سلاغوسوغسويمان هي يعني وش عندنا احنا القوة البشرية تعال البلاد والشباب بالأخص أنا راح سبيه هذي هي القوة تعنا ولكن القوة هذي تبقى عن قوتانسيال لو كما نخدموش معها وما نديروش وش يلزم معها وكما ذا بي نشوف يعني الشباب في الجزائر القوة هذي تخرج وتنجح باش تكون واتطور البلاد تعنا بلاد دينا ترجمة نانسي قنقر